اشتركوا في القناة الامتحان اللي فات يعني مجاوبين تمام الاغلبية مجاوبين جواب مضبوط بس يعني ببعض الاخطاء او طريقة ان شاء الله المحاضرة القادمة راح اشرح لكم طريقة الاجابة لانه هذاك السؤال كان سؤال بمادة عملية وليست مادة نظرية المادة العملية راح تمتحنون بها قبل الامتحان راح تحتاجون انه تساعدكم فكرة عنها انا راح اشرح لكم محاضرة كاملة اذا الله خلانا طيبين واذا صادنا مجال لكن هاي النموذج بسيط من الاسئلة اعلم تعرفون شون جاوبون عليها راح اعلمكم عن اجابة من المحاضرة القادمة ان شاء الله واشرح لكم شون جاوبون على هذا السؤال نهاية هاي المحاضرة اكو كوز عبارة عن ادنا المحاضرة رقم واحد diagnostic aid case history and clinical examination وادكم assessment of anthroposterior relationship هاي المحاضرة الثانية والمحاضرة اللي شرحتها هذاك اليوم بالpowerpoint مع التعليم الالكتروني treatment planning كما هاي ذاك اليوم على مود انوازن بين المادة الفصل الاول ومادة الفصل الثاني محاضرتين بسيطة كلش وياها المحاضرة اللي شرحتكم ياها ذاك اليوم بمجرد بس حتى لو بس تقرون الpowerpoint هتقدرون جاوبون بس قالتكم تقرون محاضرة همين وصير واضحة اسئلة بسيطة تقدرون جاوبون عليها الاجابة ممكن يصير direct كتابة على التليغرام مع كل واحد للحساب الخاص او ممكن تكتبوها على ورقة الاجابة ودزوليها لا تنسون الاسم الثلاثي رجاء اسمكم الثلاثي رجاء راح حاول اصلح المتبقي مع الاسئلة مع الامتحان للفات واصلح كل الاسئلة وامتقكم الدرجات انبعان وقتها ان شاء الله صارت واضحة اني المحاضرات واضحة خليت لكم صور مع المحاضرة على ما تعرفون يا محاضرة متجنج تسألون تمام واضحة الشغلة تمتحنوها اسئلة بسيطة تقروها قراية وتحفظون الشغلات المهمة واللي شرحتها بالمحاضرة منجرد ترجعون الpowerpoint راح تسهل عملية درسكم من المحاضرة وجاوبون عن هاي الاسئلة راح اصويكم محاضرة ثانية ان شاء الله خلال هالاسبوع بس مو كل مهاية محاضرة اكون محاضرة امتحان نظري يعني اسا هذا الامتحان مع المادة النظرية ممكن المحاضرة الوراء راح تكون مادة عملية اللي ما بها قراية فتقريبا هتصير الكوز بين الكوز وكوز مادة نظرية بها قراية بس هذي شا عملي تمام وبين فترة وفترة انا اجاوب لكم احل لكم الاسئلة مع الامتحانات اللي سابق راح اصئلكم ياها شاء الله ما احد ادوقكم محاضراتنا اليوم بسيطة وسهلة وكلش حلوة بس يرادوا تركزوا ويايا بها مجموعة شغلات لازم تحفظوها مجموعة شغلات لازم تفهموها مجموعة شغلات لازم تنتبون عليها لانه هي محاضرة كلش مهمة انتو راح اطباء راح تشتغلون بها راح تحتاجوها بشغلكم دائما موضوعنا قلنا هو Serial Extraction و Serial Extraction هو النوع من انواع Interceptive Orthodontic Treatment تمام نوع من انواع Interceptive Orthodontic Treatment ارجعو اقول Interceptive Orthodontic Treatment شنو معناها معناها عندي Mal Occlusion و راح احلها بالمراحل الاولية بال Initial Stage لدي مشكلة اكثر ال Preventive ال Preventive اندي Normal و احافظ عليها رجعا طلابنا العزاء تنتبهوا لي هاي نقطة كلش مهمة و دائما تجي بالاسئلة الشي واحد يسألكم شنو هاذا Preventive لو Interceptive الجواب بيكون تلاتي افكر الشي اللي سألكم عليه هل هو Normal اذا Normal والحساولة فاد اجراء معين اللي احافظ على Normality هو Preventive بلس اذا كان abnormal و قاع عالجة بالمراحل الاولية هو شنو Interceptive اكيد واضحة صارت ما تخيل يعني كلامي صعب كل سهل تمام راح نبلج بالمحاضرة راح نشوف Serial Extraction شو هو Serial Extraction نقلبل السلايد نشوف نشوف اندي هاي الصورتين واضحة بهذا السلايد صورتين صورة سنترالات طالقة نشوفون شوي بها خربطة ناو عما واندي اللاترالات الصورة الوراها قاشفون اللاترال طالقة behind the two central incisors معناها ما اندي space معناها هي عندي crowding من يكون عندي من يكون عندي من يكون عندي البنية واسنان دائمية واحدة وراء الله باستخدام من يكون عندي من يكون عندي من يكون عندي إضافة guide للأرابشن للبرمنان تيث بالنورمال بوزشن يعني عندي كراودين صار وحاليته وإضافة إلو سويت قايدناس فور نورمال إرابشن للأثر برمنان تيث إن دير نورمال بوزشن وذوت أني مال أوكلوجين لذلك من هذا المنطلق يعني إضافة إنه ليش سموه سيريال أكسراكشن لأنه هو عملية يعني سلسلة متكونا من عملية إكسراكشن للبرمنان تيث فولد باي برمنان تيث عندها اسم ثاني لأنه هي وظيفة السيريال إكسراكشن هو guide للأرابشن أوف برمنان تيث الاسم الثاني هو guidance نشوفو guidance أوف أوكلوجين مهم هذا الاسم مداما مرات أسألكم مرات أسألكم أقولولكم شون هو سيريال إكسراكشن أو ممكن أسألكم guidance of occlusion guidance of occlusion ليش سموها؟ لأنه هو حيسولي guide للأرابشن أوف برمنان تيث النورمال بوزشن ليش سموها سيريال إكسراكشن لأنه عملية سلسلة متكررة من الإكسراكشن أوف براماري تيث فولد باي البرمنان تيث إضافة شنو هو المال أوكلوجين تعمل بياسيريال إكسراكشن؟ هو الكراودينج تمام وخاصة الكراودينج اللي قتصير في مرحلة الإنتيريار تيث باع هاي الصورتين واضحة إنه عندي كراودينج بالإنتيريار سيجمنت الإنتيريار سيجمنت يمكن تصير بها إرابشن هذا الشيء هذا الشغلنا ما سيريال إكسراكشن مرتبط إرتباط وثيق بعملية السيقونس من إرابشن أوف ذا برمنان تيث مرتبط ويال سيقونس من إرابشن مرتبط إرابشن ومرتبط إرابشن مرتبط إلي ثمان سنوات بالماكزلري والمانديبلر إن ستصير بها الإرابشن طبعا تطلع السنترلات هل تشوفون هنا السنترلات شو مطالعة؟ هل تلاحظوها؟ شوية خربطة أتوقع اللاتر رح يصير أكثر مخربطة وأكثر رح تتأثر بالكراودينج شو مواضحة بالصورة رقم 2 تمام؟ والنتيجة شو رح يصير رح يصير إنتي بمعندي سبيس والسبيس بما يكون يعني معنى الكراودينج أحتاج على هذا الموضوع هل هو هو السيريال أكستراكشن؟ دائما وأبدا أقول لكم مش رح أقول لكم يا بالمحاضرة اللي فاتت إنه شي يكون عندها أدنى أدت حلول كل طبيب كل شخص عندها فكرة معينة يقتنع بها ويمشي بها تمام؟ من الحلول الممكن أن أعالجها نشوفها في الثالث بسيريال أكستراكشن شو هي الحلول الأخرى اللي ممكن الشخص من أدنى يعالج الكراودينج في هاي المرحلة الأولية بالبرمنت ارابشن ممكن نتابهوا الأول نقطة مكتوبة ويتينج شو علامكك كيف ننتظر أنتظر ما أنتظر؟ ما أنتظر أنتظر يرؤيتون أنتظر يعني يحتاج البيشن الى follow up مستمر كل 3 شهر مرة كل 6 شهر مرة تمام الاموم اقرر ميمتق الدخل او شن هو الخطوة راح ادخل بها فاذا احد الالاجات الممكن اساويها في حال اذا انت او ممكن متاحة الي هو عملية الwaiting for growth الخطوة رقم اثنين انتبه expansion اكو ناس تساوي expansion تقول اني اساوي اوسع dental arch من اوسع dental arch وبالطريقة راح يتوفر لي space وما عندي مشكلة معينة صارح اظلو لا لكن عندي في المشكلة بالexpansion اني من اوسع البون بهاي المرحلة الي هي بالearly mixed dentition هستا واني راح تصير عندي كبية الالفيولار بون والثيكنس ما الباسلار بون يعني الثيكنس ما الماكزيلا ما الماندبو اشوفها رفيقه ما صار بها good thickness ما ينطيني stability ما ينطيني result retention عالي للريزلت الاني راح احصلها تمام فاذا الexpansion of the dental arch الاستيبولتي ما الexpansion تكون insufficient خلال هاي المرحلة المرحلة ال early mixed dentition اذا الخطوة الاولى ال waiting ممكن خطوة ثانية ممكن اسويها هو الخطوة رقم ثلاثة space maintainer انه على مدد احافظ على الليوي space راح اشرح لكم بنهاية المحاضرة راح اشرح لكم شنه هو وظيفة ال space maintainer بانه اذا اندي crowding ووش يمتع عالجها اشرح لكم يا نهاية المحاضرة لا تهتمون لها رابع النقطة هو serial extraction ممكن يخلصني من هاي المشكلة هاي النقاط الاربع انت ابولي يعني options to relieve the crowding in early mixed dentition واحد ممكن يسألكم what are the options of treatment to relieve the crowding in early mixed dentition الوقت مهم مو باي وقت نعم مو ما what are the options of treatment of crowding وسكتت يعني سكتت يعني معناها crowding هو عنده adult وعنده crowding لا اقولكم هاي النقاط مهمة في حد اذا واحد يسألكم what are the options of treatment of crowding in early mixed dentition either waiting or expansion or space maintainer or serial extraction هاي خطوات يمتع حتصير تتوقف على degree of crowding يعني مو معناها عنده severe crowding اجي اساوي الى waiting اقول يابا انتظر الله كريم الله يحلها منا وبيها بالي growth ويتعدل لا ما ممكن يعني صع له لا او اساوي الى space maintainer ممكن مرات احتاط خطوتي يعني مرات يجيني واحد انت very 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 severe crowding اساوي الى expansion او اساعد الفك وبعدين اساوي الى extraction ممكن لو ممكن واضحة ممكن يعني فاذن هاي الخطوات المهمة اللي ممكن انتواجهني اثناء السغل المالي راح نبلش بالserial extraction اخيه نشوفوا السلايد الوراء التاريخ قصه راح نشرح لكم على فات قصه الشو مبلش السيريال اكستراكشن بهذا المجال راح تشوفون مجموعة من الدينتستريز اللي هما استخلوا سيريال اكستراكشن كل واحد عنده ميزة مهمة ودور مهم بالserial extraction ومهم لازم تعرفوها حضراتكم لانه ممكن تجيئ اسئلة عليها ننتبه اول واحد منه مكتوبه بونون بونون 1743 بونون دكتور روبرت بونون هو هو بيدياتريك دينتستري ان فرنس عالم طبيب اسنان اطفال فرنسي هو يعتبر فاذر اوف بيدياتريك دينتستري بوقتها 1743 هو الوحي الاول شخص يعتبر استخدم الرفرنس مصدر للاكستراكشن فرنسي هذا واضح هو شنو هو ما استخدم فاذش اسم serial extraction يعني ما استخدم مشكل المصطلح خلوها بالكم بونون ما استخدم مصطلح هذا العالم ما استخدم هذا الدينتست ما استخدم مصطلح فاذش اسم serial extraction ولا افتهمها شنو هو اصلا طبيب اسنان اطفال ماشغل عنده فكرة عن التقويم هو فكرته شنو انه سوى extraction للاكستراكشن للاكستراكشن للبرايماري واعتبر الاول لا تقويم لسلسلسلللل اكستراكشن ولا يسمى مستخدم لسلسلللللتراكشن اول شيء من الشعر كمصدر للسلسلللتراكشن ننتبه او في داخل في الوحصار بمسطلح عام ١٩٩٧ راجللتراكشن يعني هو في المصطلح سويدي إذا نجيل الإنجليزي يسموه بالستيوارد عالم شخص طبيب أسنان اسمه ستيوارد إنجليزي لكن بالسويدي يسموه بالجاليغرين الجاليغرين هذا الطبيب بـ 1929 يعتبر the first use انتبه the first use the term of serial extraction تمام؟ أول من استخدم the term of serial extraction انتبه الآخر خطوة 1940 نانس the father of serial extraction انتبه نانس هو طبيب أسنان أمريكي نانس يعتبر the father of serial extraction اللي هو سوى إشاءة كبيرة للتكنيك هذا in the United States كان عند الدور مهم في the population of serial extraction in United States تمام؟ هذول العنماء وهذول dentistry هما اللي واحدين اللي اشتغلب هذا المجال انتشر serial extraction كان عند الدور كلش كبير لأنه هو relief of the crowding without using appliance لكن اكو بمشاكل من بين المشاكل ممكن بها عملية قلاء أسنان وممكن يوقف يصير عندي فراغ لهذا بعض الأطباء اتجنبوها يحتاج الى الاحياء من خلف حفظ المهم المهم وما هناك كل شئ بعد مهم لكن هناك لون اطباء لا يحب loiu يعني انا خبرتي بمجال الاورثو يعني اشتغلت سيريال اكستراكشن هواية لكن ما لقيت البيشنت اللي ساعدني انه انجح سيريال اكستراكشن يعني بنسبة كلش قليلة يعني ممكن اقولكم واحد او ثنين بالمئة نجح عندي سيريال اكستراكشن لان البيشنت مس مني يقوف الكيس وما يتحمل وما يراجع وما يكمل لانه علاش طويل يعتبر تمام؟ رأسا يصير عندي خربطة بالسيكوينس ورأسا اتظر انه اتدخل او في سيريال اكستراكشن واروح انه ساويله او ثنونتك تريتمين باي ابلايز تمام؟ هسا اندي واضحة شنه هو سيريال اكستراكشن وشنه هو الهيستري مالته هسا راح اجي اشرح لكم شنه هي طريقة السيريال اكستراكشن قبل ما احتاج عن الادفانتش ديس ادفانتش وانديكيشن راح اشرح لكم البروسيجر الخاصة بسيريال اكستراكشن انتبهوا وكلو شنه ننتبه السلايد الوراء البروسيجر الخاصة بسيريال اكستراكشن لا افو طبعا هو ما كفت فكس تكنيك يعني هواية دينتست استخدموا عدة تكنيكات وكل واحد بفكرة معينة اعتمد عليها لكن المست اكسبتد سيكوينس تكنيك التويت متود ودول متود ونانس متود وغيرهم هوا هذول الاكثر الاكسبتد بس هو مبدأ واحد انا ما احد اوخكم كل واحد شنه التكنيك مالته راح اشرح لكم بصورة عامة وبفكرة عامة هو الغرض انه احنا بالسيريال اكستراكشن ننتبه للصورة انه غرض من السيريال اكستراكشن انه اسوي الrelief هذا اللي كراودنج اللي كراودنج ا saferاته واخلي الكنعين تجي تقعد مكان الساوق على وضع ال libre يعني الغرض من السيريال اكستراكشن شنه هو انه اريتك ايش ل L 9 واخلي وجاجة ل Där مكان CONní طبعا adequate كنان بدل الفور على مود أسوي ريليف لكراودين يعني حالة من حال الأرثونتك تريتمنت اللي يجيني بالأدلت اللي يجيني كراودين وسوي إكستراكشن للبريمولرز ورجع على أسانبي الأبلايانس صحلو لا هذا رح يسير بشكل طبيعي بدون أبلايانس أسوي إكستراكشن بوقت محدد هذا الوقت المحدد يتلاقب ويا يصير حركة أسان طبيعية development normal يتحرك الكنان يجيك عدوين مكان البريمولر أقضع على هاي المشكلة لو ننتبه للصورة الواراها رح نشوف الستيبس ستيب وان بي يشوفون بياثة مساجلات لكم بي ستيب تو سي ستيب ثري دي and ستيب فور اكستراكشن of four واضحة يعني هي خطوات رئيسية رح أشرح لكم كل وحدة شون حتصير بالتسلسل بس هي تسلسلها واضح إنه اكستراكشن of بي followed by اكستراكشن of c's followed by اكستراكشن of d's then اكستراكشن of four to allow the canine to be set in the position of four to relieve the crowding زي السيكوانس ما للخطوات يكونش مهم يعني ما أجي أقلع ال b وراها d أو أقلع الس يعني أخربط بالخطوات ما يصير لازم أواش أقلع ال b followed by c followed by d followed by four ممكن هاي الخطوة الأولى ممكن أقدر ألغيها يعني ممكن ما أقلع ال b أصلا هي تصير normal shedding ومنتن حالي المشكلة تمام؟ أبلش بال c بس ممكن وراها يصير لازم d بعدين الفور ألا متأحل المشكلة نرجع على السلايد الوراء ونشوف شنو هي خطوات أو باعتشن باعوها شوفوا شون هي واضحة قلنا أول خطوة هي ممكن extraction of b ويطلع عندي وينحل المشكلة يبقى لأمر 12 سنة يلا يصير eruption of canine صح لو لا سأني رحق لعب أمر 8 سنين أو 9 سنين الكنينات تمام؟ extraction of the primary canine يمتى أسوي extraction للكنان عندي وقت مضبوط لازم مضبوطون الوقت يعني الpatient يجي عنده crowding بالانتوريير سيجبنت لازم أضبط الشغل وياه وياها يحتاج continuous taking of OPG يعني لازم أخذ OPG أنا أتابع التساثرات والتغييرات اللي تصير بالunerupted side انتبه مني يصير باندي eruption of the lateral الpermanent lateral التو أول ما يصير بي eruption وعندي crowding رأسا أرشا أسوي أسوي لأكستركشن of C's تمام؟ رأسا أسوي لأكستركشن of C's لا أحتاج OPG لا أريد شوف الroot formation شكال متكون أو ما متكون بس يصير eruption of the lateral building crowded position رأسا أقلى السي هذا تقريبا يسير بعمر 8 إلى 9 سنوات رح يشوف إنه رح يصير اللاترال هو مو يطلع في مكان crowded من أقلى السي رأسا أشوف ينفتح يجي يقعد بمكان مضبوط تمام؟ يجي يقعد مكان موضو ويأخذ الـ space ما الكنين وبالتالي رح يصير عندي relief لدي crowding ما يصير عندي crowding بس ممكن ألاقص مشكلة خلال هاي الخطوة الأولى بعد خطوة الأولى ها يعني إحنا الـ B لأننا صحي الخطوة أولى هي B بعد C لكن خطوة الأولى B دائما بين نوادر ما عندي patient يكون كل شفتحة البحيدي ينتبه بالـ central صار eruption وصار عندي crowding ورح للطبيب الأسنان لا فأعتبر الخطوة الأولى هي extraction of C من حسب هاي الخطوة رح تنحن مشكلة crowding بالـ anterior segment اللاترال يقعد بمكان المضبوط وياخذ space ما للـ C رح ألاقي هنان عندي مشكلة هاي الخطوة الأولى بعد بالخطوة A شي هي المشكلة الممكن ألاقيها إنه رح يصير هاي بالـ lower رح يصير عندي lingual tipping يعني lower incisors ترجع لي وراء ورح يزداد عندي overbites تمام رح يصير عندي lingual tipping الأسنان lower incisors لأنه قلعت C كله ترجع لي وراء وكذلك رح يزداد عندي overbites مشكلة ليش ممشكلة لأنه problem labialingual problem يعتبر better result وتنحل بطريقة أفضل من الrotational أو crowding problem تمام هذه labialingual أقدر أحلها بعدين ممكن soft شوية تحلها أصلا ممكن يعني أقدر أحلها بسيطة لكن crowding والsevere crowding والrotation الحل مال هي يكون صعب إذن كخطوة أولية رح يصير extraction لل بمجرد ما يصير عندي eruption of the lateral incisors نجي الخطوة رقم B شنو هي الخطوة وراها هي extraction of D upper lower D in order كمام قبل ما أقول in order شنو ليش أساوي extraction of D ويمكن أساوي extraction of D أي وقت هسا آني C افتهمت يمت أساوي extraction بمجرد ما lateral يصير ب eruption زل D أساوي extraction D أساوي extraction تقريبا تقريبا 6-12 month before their normal shedding يعني أحنا upper D shedding مالت تقريبا 10 سنوات ونص أحنا قبلها بستة شهر ممكن نقلع هذا هاي هذا الشي ممكن لش ملبوط للطبيب الأسناع إذا اعتمد أنه ها بالله هذا الفور يطلع بالعمر 10 سنوات أو يطلع بداعة السنة يخلي أقرأ هاسا 6 شهر صار قبلها لا هاي مطارقة صحيح الطريقة الأضبط إنه أخذ OPG وأشوف الroot of the four إذا متكون نصة أو two third one half or two third of root formation of the four من الأبر واللوار يعني معناها these are ready to be extracted by self extraction procedure تمام يعني إذا الpatient لازم أتابع كل 6 شهر مرة وراء ما قلعت C يجي دام أخذ OPG من G ياخذ لل OPG أشوف إذا الرود مات ما لل four وليس D ما الف إذا متكون two third أو one half تقريبا من عنده معناها these are ready to be extracted أقلع هار حسر الغرض من القلع مالتها الشنو أحفز أحفز الفور to be erupted as soon as possible in their position عالة إن الرود مع التوذ إذا متكون نصة أو ثلثة من عنده وعن جاء تقلع الرود رأس يصير في التحفيز لل الرود لل الرود بال position مع رأس يطلع ويقعد بمكان بمجرد خطوة رقم C بمجرد المولر صار بها eruption و emerging من الألو البون يعني معناها من طلع رأس نتكون تعرف التوث من يصير ب eruption inside the oral cavity رأس يتكون دائر ما دائرة شنو الفي وال البون في مجرد ما صار ب eruption كون الفي وال البون رأس ا اقلع شنو الفور من اقلع الفور يعني الفور ما عندي تايم بمجرد خلي متابعة كل ستة شهر مرة بمجرد شفت الفور صار ب eruption رأس اقلع من انقلعته راح يجي الكنان وين يقعد مكان الفور وحيصير عندي relief لل crowding وما يصير عندي اي مشكلة طبعا من حق الفور حيصير عندي space كل ال space راح يستفاد به الكنان لا ممكن يستفاد من عند الكنان كليا او ممكن جزئيا والمتوقع مع ال space راح يصير عندي حركة يشوفون هذا الصورة d وال e عندي فت فراغ صغير صغير بين الكنان وال five ال five وال six راح يصير بيها ميغريشن ميجيالي باتجاه الفراغ الجاذبية التي تصحبهم اصلا اذا عندي فت final او مرات يصير عندي extra space كل space هوا لانه ما قدرت اضبط الدقري ما ل crowding و serial extraction procedure ما يكو مشكلة ما يكو مشكلة اقدر اصبع ال appliance بسيط وصفط الاسنان بوقت زمن كل قصير وتنحل المشكلة معتي صحة واضح إذن الprocedure ما لكل سهلة بس timing ما لتا كلش مهمة اقلع c بمجرد ما يصير eruption لل lateral followed by extraction of d بمجرد الرؤ مع المولار ستوصل للنص أو two third تمام followed by extraction of four بمجرد ما يصير ب eruption and formation of alveolar bone inside the oral cavity then الكنان will positioned in their normal position and migrated distally to relieve the crowding in the interior segment ساعة واضح إني ساعة هذا الموضوع لازم أربط شوية و الديولوب و أذكر فالنقطة كلش مهمة إنه هاي الخطوة عن شو سويت قلعة c قلعة d و حافظ البريم مولار ليش حافظت البريم مولار وعلى متوفر المكان الكنان هاي نقطة بصالحي لأنه لأنه البريم مولار الفور الارuption ما قبل الارuption ما الكنان الربش ما الفور قبل الارuption ما الكنان هذا الكلام ينطبق بنسبة 100% in the upper arch دائما وأبدا لو تذكرون أنا قلت لكم ودائما أقولها إنه عملية الارuption أو sequels of eruption in the upper arch ورما نخلص عملية الانتيرير سيجمان يعني الone والtwo followed by الفور الفيف ثم الكنان يتشفون الـ upper دائما الانسائزرات بعدين البريم مولار بعدين الكنان فإحنا من جنسوي تحفيز للبريم مولار ونقلعه نخلي الكنان ياخذ راحته يروح يسوي digital migration يروح للفراغ مع الفور ويطلع بمكان مضبط ويسوي relief crowding انتبو الـ lower arch بالlower arch قدنا مشكلة بنسبة 50% انتبو بنسبة 50% مرات يكون البريم مولار الـ eruption مالها قبل الـ eruption مالكنان و50% للناس يكون عندهم eruption مالكنان قبل الـ eruption مال فور بتشفون صار عندي مشكلة يعني احنا احنا قنحفز الفور على ظهورها قبل الـ eruption على متنحل مشكلة الكراودي اذا شخص يجيني واخذ الـ opg واشوف انه مستوى الـ eruption اعلى من مستوى الفور يعني معنا الـ eruption يسبق الفور بالـ eruption وهو وارد بالـ lower arch وليس الـ upper انتبو الـ upper ما عندي هاي المشكلة المشكلة وين بالـ lower سين اذا الـ patient جاني والكنين ديسبق الفور يعني الـ canine is ahead of first pre-molar to be robbed يعني الكنين يريد يطلع قبل الفور المشكلة شون احلها عندي التاث حلول انتبهوا شرحت تركم اياها على شكل يعني وما عندي صبورة متأسفة جدا لو كان عندي صبورة واشرح تركم اياها بس لانه هذا فاشرحت تركم اياها على ورقة واخذت صورة للورقة وخلي لكم اياها باعوا when the problem in serial extraction كتابتكم اياها اشارات تكون وافحة problem in serial extraction in lower dental arch when the lower canine شوفو is ahead to the lower pre-molar من يكون الكنين هو اللي يسبق الـ pre-molar الحل عندي ثلاث حلول واحد اثنين ثلاثة هذول الثلاث دين تستحقرروا يسووه بهاي الطرق وكل واحد يختار الطريقة اللي يقتنع بها تمام حسر حنشوف شنه هي الطرق اول حل الى هاي المشكلة احنا الخطوات ماتل شنه هي نقلع الـ B نقلع C نقلع D وبعدين نقلع الفور نحل مشكلة الكنين صح سيد حسنا ما نقدر نساب هالخطوة ليش لانه الكنين داي يسبق الفور يعني من نقلع الكنين الـ B ونقلع C الكنين رسا 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 يطلع وإحنا بعد ما قار عين D ولا قار عين الـ Pre مولر كتفتمون شون زين الحال شون الحال بسيط انتعبو في هاي المرحلة الحلول عندي ثلاثة انتبو للحال رقم واحد احو اضح لكم ايا كل سهلة بس انتبو علي زين نقلع الـ ونقلع C و السريع نقلع D وياها نقلع نتبو surgical removal of lower 4 نقلع ال-B وال-C وال-D and surgical removal من lower 4 نقلع inoculation يعني احنا مو نقلع D نقس شوية نكبر الفتحة ونوصل ال-Premolar ونقلع تمام على موضة شنو الكنين لانه هو يسبق الفور رح نشوف انه الكنين رح يندفع distally من حير رح يست هاي المشكلة معك بس هاي الطريقة انديو مشكلة المشكلة شنو هي شوف Presisted bone defect at the site of extraction انا اش قلت لكم قلت لكم من احنا نقلع pre-molar بالخطوة السابقة بالسلايد السابق وشمش رح تلكم مشكلة لكم من قلع D نقلع first pre-molar بمجرد ما يصير eruption inside the oral cavity لانه من حي يصير eruption inside the oral cavity سيكون alveolar bone ينطيف bone thickness بالمنطقة بالارج هذول الاشخاص يشبه للنقلع D ونقلع rpd يشبه الاشخاص يشبه الحجية للغاية الكبار وطويلة وصير كلا thin bone كلا رفيق رفيق يشبه هاي الحالة فتصر سببها شنو انه احنا قلعنا C و قلعنا D و قلعنا الفور آنياً surgically بدون ما نخلي يتكون الفيولر بون بالsite of extraction وبالتالي رح يصير indefected and defect in the bone in that side ولا هي تنحل مشكلة الكراودي صوت واضحة اذا احد يقتنع بهذه الطريقة ما عندنا مشكلة زين طريقة رقم اثنين نقلع B عادة على خطوات الاشتراح لكم اياه من الاول نقلع B اذا احتاجناها او اذا نقلع اذنو بها وراها لور B C ما نقلع ما نقلع بقي C انا من الكنان لا يطلع بقي C شنسوي نقلع D احنا من نقلع D رح يصير speed up وعوف C اقلع D وانتظر يصير ارابشن للفور اول ما يصير ارابشن للفور اقلع الفور والC نفس الوقت هذاك الوقت اعتنح المشكلة الكنان لكن انا من قلع الفور وبقيت C يعني We have a minimal effect on anterior crowding relief يعني الرليف الراح يصير عندي على مدعح المشكلة الانتيري ما حتصير يعني يبقى أو سير B crowding الممكن يصير من المشكلة يطلع من المشكلة ويظل الكراودينج موجود لانه C لازمهم من الصفحتين تمام فيسر بهم اكتوبك ارابشن يصير عندي هاي المشكلة يابا شون قا انتظر الفور ويلا اقلع C صح الكنان رح يجي قعد مكان الفور بس الكراودينج بالانتيرير رح تبقى كما هي وما تنحل عندي المشكلة الخطوة او الحل الثالث لها المشكلة اللي عندي اياها المشكلة انه الكنان قبل الفور انتبهوا اكزو للبي اكزو سي اكزو دي عادي تمام وراها ستة شهر مباشرة اقلع الاي هاش سوينا اقلعنا كل الاسعان لبانية المسكية هذا بقى لولا سند نقلع C ود وراه ستة شهر مباشرة ما اخذ اكزر مدون ما افكر اقلع الاي رأسا وقلبسه في الترانسلينجوال ترانسلينجوال شفتوها شوفتكم يا بالاسباس مينتينر ليش قلبس الترانسلينجوال هو عبارة عن بانت يتركب على السكس على مدامنة التلتينج أوف سكس باتجاه الفراغ عندي صراح فراغ كبير السي مقلوع والد مقلوع الاي مقلوع فالسكس رسل يصحى فلدي يروح بتجاه الفراغ فالنزمة انت لا يتحرك تمام شو حيصير رح يصير النتيجة باعوا سويتلكم سهم رح يصير إرابشن اوف فور وين هيصير ايرابشن مال فور? رح يصير ايرابشن اوف فور in place of flower 5 يعني الفور مكان مكان تمام بمجرد ما يصير eruption of 4 وقعد مكان الفيف أسوي رأسا اكزول المنو للفور بذلك أنا شلت الفور اندفع الكنين باتجاه الفور قعد في موقع ماته وصار عندي relief crowding وصار عندي الفيربون وصار عندي فراغ هذا الفراغ يعني باعوا بخطوة رقم 3 قلعت C D E وخليت Translingual رأسا ربطت قيادة السيكسس وراها سويت صار عندي eruption of 4 بمجرد بمكان الكنين عفو eruption of 4 مكان الفيف و eruption of canine بمكان الفور ريف تهمون شون أنا من قلعت كل هاي الفراغات صارت عندي فراغ كلش كبير جاء الفور لانه الفور دائما يسبق الفيف يقلع يطلع يصير eruption ما توين مكان الفيف والكنين هو أصلا سابق الكل راح يجي قعد مكان الفور تمام بمجرد ما يسوي بمجرد بمجرد ما يطلع يصير eruption الفور رأسا أقلع الفور يصير عندي space وهذا space ابقي translingual هذا space يصير في eruption 5 later وذلك راح تنحل عند المشكلة أنا برأيي أشوف الحرق مثل الثلاثة بالنسبة lower arch وللأشخاص ممكن للlower arch للأشخاص اللي دائما يكون عندهم lower canine is ahead to the lower premolar هو الحل الأمثل بهاي الحالة إشارة تكون واضحة الprocedures عرفنا إنه أول شي B C D 4 to allow normal eruption of canine in a normal position without a crowding بس المشكلة وين بالlower إذا كان الكنine سابق للpremolar عندي هاي 3 خطوات إشارة تكون واضحة وإي سؤال أنا حضرة تعمر الأمر عندنا بعض النقاط يسموه بالراشنال بعض النقاط المنطقية والواقعية اللي ممكن تواجهني أثناء أثناء العلاج مالتنا of serial extraction ننتبه للنقطة رقم 1 timing أكفت قاعدة تقول إذا primary tooth extracted prematurely one and half years or more يعني سنة ونص أو more before the time of their normal exfoliation the eruption of the permanent teeth will be delayed مالتنا ما يعني هذا يعني إذا قلعت السن قبل هذا الوقت سنة ونص أو أكثر سنتين قبل normal shedding مالتنا ممكن ستأثر لأ erupting of teeth أحنا ما عدا مشكلة لماذا كل الأسنان تقريبا تنقل تقريبا ستة شهر أو سنة قبل الوقت هما عدا C C C هي قاعدة شاذة بالأكس أصلا ما يؤثر على الكنان لأنه الكنان erupting مات هو lateral وليس C تمام لكن أكو قاعدة أخرى قالت إنه إذا صار extraction of primary tooth سنة أو أقل رح يصير acceleration of time إذن هاي نقطة ممكن تفيدنا في عملية the serial extraction نقطة رقم الثنين site طبعا site اللي بي crowding وسوينا serial extraction relief of crowding بالsite اللي بي crowding رح يكون أكثر من الساعد الثاني هاي أكيد نقطة رقم ثلاثة enter canine with هاي مو نقاط ما ممكن أجي أسألكم شونه الراشنال of the serial extraction ما كو شكل حاله لكن هاي شغلات لازم تفتهمون timing مهم والsite مهم ونتبهوا الenter canine with هذا كل مهم بق يقول لك الenter canine with يعني المسافة من canine to canine in the arch الواحد يعني خلي نقول بال upper arch من right canine into left canine أو lower arch من right canine إلى left canine الenter canine with increase enter canine with يعني هذا المسافة يعني كأنه كأنه أقول لك عرض dental arch رح يزداد in the mandible up to nine years of age يعني إلى تقريبا تسع سنوات من عمر الطفل lower dental arch inter canine with مات تزداد وش قد تكمي في الازدياد مات ها ف average of 3 مليم يعني إذا عندي ف crowding شوية بسيط ورأساً ما أجي أساوي لأكسير extraction أطبق أول قاعدة لشرحت لكم أول سلاعد قلت لكم إنه ممكن أساوي waiting لأكسير لأكسير عرض dental arch تزداد بالموندبل لأمر 9 سنوات بمقدار 3 مليم بالأبار تزداد الانتر canine لأمر 12 سنة بال females لأمر 12 سنة و 16 سنة بال males تقريبا 4 و نص مليم ترى 4 و نص مليم ترى كمية طلابي دبو 4 و نص مليم ترى كمية كل الزينة فلهذا 4 و نص مليم يعني إذا عندي كمية تقريبا 4 و نص مليم ما أحتاج أساوي سير الاستر أعوف هو ال growth هو رح سيسوي ريليف لكراود يمر الوقت تمام فإذن لازم أنتبه لازم أعرف هذا الشيء وعادة سير الاستر هي طريقة آمنة لأنه سير ب eruption within كراتينا ستشوف زي ننتبه لهذا profile of patient اكو ناس اكو اطباء شوفوا هاي الصورة بقوا هاي الصور مرأة هذول الطفلين الحلوين ثلاث انتهم خاص ان ولد واضح لانه الولد هو راشنال حسب البيئة ماته يشير انتهم فالنوع من المرحلة باللب يشفون الاطفال بهاي المرحلة مرحلة المرحلة بالأرلي مرحلة يصير انتهم المرحلة بايماكس يعني كأنه بايماكس كل الاسلام متقدمة لي قدام احنا هذول اذا ادلط يجينا واسانا متقدمة لي قدام شنو الحل ماته اقلع البريمولارات مو ورجع الاسلام لي وراء زين هذول اطفال فقسم اهال يتفتح لون على راس شي يقولون هذا طفل صغير خلين عاجه هو بعد صغير اكو اطباء اسنان يقولون ايو والا صحيح اسنان متقدمة اجيه شا سوي اكستراكشن سوي السيرال اكستراكشن تمام واحل هاي المشكلة هذا كلام خاطئ مو مو بروميننسي اندي لللب بهاي المرحلة اندي بروتروجن بتيث معنا لازم احل المشكلة بسيرال الاكستراكشن السيرال اكو فرق بيناتهم صح لو لا البروفايل ما البايشن كلش مهم البروميننس لب وذفلات الاذر بار وذفلات اذر بار معناها مو معناها يعني ممكن يصير عنده باي ماكس لا مو ممكن ليش لانه البروف ما النوز والبروف ما التن continue for a long period of time ممكن هذا البروف ما النوز والبروف ما التن يغطي البروف اللي رح يصير باللب وبالتالي وبالتالي شو هيصير ما يحس عندي باي ما ما يحس عندي تمام مو اي شخص يجيني عنده المن حتى وين كان مرح وعنده المن مرح indicated only for crowding صوت واضحة طعم وارجا اؤكد اي واحد عندي اي سؤال رجاء وي اجمع بدل امتحان او حتى لو مو يجمع امتحان ممكن اي واحد يدزلي الخاص وانا اقدر اجاوبكم عليه ان شاء الله زي نجي على سلايد الو الو بقط لنا بارت الاخير اللي هو indication contra indication advantage كل سهل باع يا كيس استخدم بسير الا construction يا ترا كيس اكيد لا اكو كيس استخدم لها اكو كيس بان استخدم لها انتبه اول نقطة شو تقول لك skeletal class 1 لازم الشخص من يجيني ومسويت ال diagnosis لازم اكون متأكدة بنسبة 100% انه شخص skeletal in the دربالكم مو اي واحد يجي عند crowding خلص هو class 2 لا دربالكم كل شو خطيرة هالنقطة لازم يكون الشخص شي يكون class 1 رجاء انتبه لازم شي يكون class 1 نقطة رقم 2 يكون عند انتبه الكلمة severe crowding شو يكون severe crowding severe crowding يعني شكية المقدار مات انتبه هذا المقدار كلش مهم 5 millimeter 5 millimeter or more per quadrant يعني الربع يعني one half من dental arch لازم يكون 5 millimeter اذا اسألكم severe crowding or severe extraction لازم اش كد يكون كمية crowding او space اللي نحتاج ها بال dental arch ال واحد ما تقول للي خمسة تقول للي عشرة لانو بالكوادرنت الواحد خمسة بدينت الارض كله شكد عشرة صوت واضحة كلش مهم مها اذا الانديكيشن نقطتين either class one micro occlusion and وياها severe crowding مو mild وليس moderate راح اش راح اش اش بانواع mild و moderate ها كلش راح اش راح اش راح لكن هو بالsevere crowding هو لازم اقدر اسويله سير الاكستراكشن عادة الاكستراكشن هو ما راح يصير البريمولر اشكت ارض البريمولر تقريبا سبعة زي يعني شبعنا هاي الخمسة يعني ليش ممثلا ستة ليش ممثلا اربعة تمام الخمسة تأتي حسب الدراسات اللي سووها شافوا انه المعدل ما الارض البريمولر هو بين 7 to 8 مليوم تمام تقريبا 7 الى 8 مليوم زي احنا منحنسوي اكستراكشن البريمولر الكنان هيجي ديستالي وال 5 وال6 هيجي ديستالي رح يصير ضياء للفراغ تقريبا يعني تقريبا بين الاثنين والثلاثة مليوم اذا نقص الاثنين والثلاثة مليوم من الاثنين والثمانية يصفى لتقريبا خمسة مليوم هذا الخمسة مليوم احتاجه للسبيس في حالة السفير تمام قانون ما ممكن استخدم سير الاكستراكشن في حالة الكلاس 2 و 3 دربالنا اكل ناس اكل اطباء استام يستخدمون سير الاكستراكشن بالأبر في حالة الكلاس 2 وباللوار في حالة الكلاس 3 حسب اقتناعات الطبيب بس هو الوثمانية 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 سكليتالي مو بس دين طبعا انا ما قلع دين انتبه و سيفير crowding 5 مليمتر per quadrant 10 مليمتر per dental arch صوت واضح زي شوف ال contra indication شوف ال contra indication هو انتبه اول شي mild to moderate crowding access severe crowding يعني اقل من 5 مليم 4 مليم space احتاج على حال مشكلة crowding ما سي ي سير اضرب لكم فراغ و تمام نقطة رقم 2 class 2 division 1 or 2 or class 3 عدو لما ممكن spacing condition دربالكم يا معودين كلش مهم يعني مو معنى عندي spacing سير extraction congenital absence second premolar ها اي نقطة مهم قبل ما اسوي خطوة serial extraction لازم اوش اخذ لأ pg مرات صح يكون عند anterior crowding لكن نفس الوقت عند congenital primolar 5 5 و مرات السربية هي congenital missing فاذا عندي congenital missing ما ممكن اسوي لسير extraction لانو اقلع ال primolar يعني اقلع ال primolar second primolar هو اصلا ما موجود رح يصير canine six رح يصير عندي كارثة ويتحول الى class 3 فدربالكم كلش مهم هاي النقطة انو congenital absent second primolar carries بال six severely carries six ما ممكن اسوي الا extraction لانو بها الدراسهات انو تقول ممكن اسوي extraction لل six وارجع الاسنان لانو السن six رح يصير extraction اقلع six واقلع four سيصير عندي مشكلة تمام هاي اضان ممكن ما استخدم لل serial extraction open byte deep byte cross byte يعني ما ممكن اندي cross byte سيصير الا extraction and cross بها سيصير سيصير expansion وفارط الفراغ vertical problems deep bite يعني مثلا اصلا بالخطوة رقم اول مقلع السياء انا اشكلت لكم رح يصير عندي tipping lingual tipping of the incisors رح يصير deep bite هو اذا اندي deep bite وانا سيصير الا extraction هاي يضط بلا وحيصير عندي deepening للbite فحيصير عندي مشكلة الopen bite كذلك يعني عندي مشكلة بالvertecal dimension انا اجي اقلع الفور سيصير الاستراكشن والopen bite ابقي وممكن احتاج بعدين الاستراكشن على مودي هذا فحيصير عندي مشكلة كبيرة اذا الكنترا indications mild to moderate او any class 2 class 3 spacing condition absence of 5 open bite deep bite cross bite هاي ممكن ما ممكن ما ممكن اعالجها فقط في حال class 1 لازم يكون and severe crowding سيصير الاستراكشن احني نجي الادفانتج و disadvantage اول شي الادفانتج عندك اول نقطة يقول لك هو physiological phenomenon ليش يعني احل مشكلة mal occlusion mal patient بدون ما استخدم appliance بدون ما استخدم mechanical forces بدون ما استخدم mechanical therapeutic appliance بدون ما استخدم corrective type of authentic treatment عالج المشكلة بكل بساطة ما عندي مشكلة فاذن physiological و حركة الاسنان قد صير physiologically قد تتبهون يعني اقلع c يتحرك الكنان يتحرك اللاترال واقلع d واقلع for الكنان يتحرك بشكل طبيعي بدون ما اصرت قوة عليها فاذن هي physiological phenomenon فالش normal قطور رقم اثنين بعد time factor time factor مو time factor of cell extraction time factor اذا ردد استغنم فات appliance at the end of serial extraction يعني انا خلاص لسير extraction شار عندي فات فراغ صغير بين الكنان وبين الفايف هذا الفراغ رد سد شهر اصد ب appliance اصد 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 ثلاث شهر ثلاث شهر ثلاث قصير فممكن احتاج الى appliance فهيكون فتر زمنية قصير خطوة وراها يقول لك انه healthy healthy procedure يا احنا احنا patient يتنا ويا orthodontic appliance يسر انتم bad oral hygiene هذه bad oral hygiene حافظ لا عندي appliance لا عندي وصاخ لتم دار من دار ال appliance ما عندي اي مشكلة والنقطة الاخيرة stability و retention احنا اكثر حالات relapse اللي تصير بالorthodontic treatment انه الشخص ما يلتزم بفترة ال retention period فما نحصل على stability لكن بالهاي movement او serial extraction المovement كسير بشكل طبيعي وتتحرك الاسنان اكيد stability عالي والretention كل ما نحتاج بهاي المرحلة وبالنتيجة رح نحصل على best result ننتبه للسلائد الوران disadvantage of serial extraction رح نشوف بيها واي شغلات مثلا psychologic of the patient اكيد رح يصير الpatient في النوع من psychological trauma ليش لانو تعرفون احنا نتعامل ويا اطفال صغار ويعين الاطفال الصغار وهذول الاطفال الصغار ويخافون من الاكزو جاي يخاف من الاكزو تصور سوين اول extraction سوين extraction من c مثلا وقد موعد ورفض 6 شهور احتمال بها extraction of d يعني هو من حيجي نفسي لاتعبان ليش لانو عنده خوف من الاكزو فاكيد psychologically رح يصير عنده نعمل التراوما وحيصير يتأقد من طبيب الاسنان لانو الالات مات كل خطوة هي املية الاكزو اكيد تمام patient cooperation هذا مقصد كلامي مو cooperation with the appliance انا ما عندي appliance cooperation with appointment patient يلتزم بالمواعد اذا ما التزم بالمواعد الالات رح يفشل يعني فشلا ذريعا لازم كلش مهم انو الشخص يلتزم بالتعليمات ويلتزم بالمواعد على موت نحصر على الريزلط المطلوبة tongue thrust رح يصير عنده سيولة لانو رح نقلع اسنان دائما يحرك اللسانه بالتجاه الفراغات وبالتالي رح يصير عنده السيولة فيصير عنده tango thrust deep bite شو رح تلكم يا قلتلكم هيصير ممكن عنده deep bite لانو الاسنان يصير بيع lingual tipping يصير عندي يبقالي فراغ صغير residual space not alone يعني not alone the procedure واحدة يعني احنا من نسوي fix appliance واحدة بس احا اساوي وخلص الموضوع لكن ممكن يحل المشكلة واحدة او ممكن ما يحل واحتاج الى اناظر appliance فا occupation يجزعج يعني قل انا جات من عمري صغير وعرض ابني الى extraction متكرر واحد ورا الاخ وبعدين هم لبسنا على الجهاز هذا الشغلة احنا مبيدة يعني اذا حجم استانا وعدم التناسق الموجود او عدم اتزام بالمواعد ممكن يولدي مشكلة بهذا الموضوع طبعا هذا الشي يحتاج الى خطوة مهمة بالدايجنوس اللي هو space analysis اللي راح اشرح اكم اياها بالمحاضرة القادمة ان شاء الله space analysis اسوي تحليل الكمية الاسبيس اللي احتاجه وكمية الاسبيس المتوفرة عندي مهمة عين النقطة نجي نشوف treatment time it's a long time of treatment لانه فترة زمنية طويلة تطور سنتين وثلاثة صح ما كو appliance لكن بها متابعات مستمرة ممكن تتشهر ممكن شهريين ممكن ستشهر ممكن سنويا وهكذا well knowledge لازم الطبيب اللي يقال جي مو اي طبيب لازم يكون عندك good notification about growth and development وال eruption sequence و calcification number يعني كل مهم لازم الطبيب يعرف كل هاي الشغلات لازم يعني يضبط ها لما تصبح لدي خطأ بالمواعد والخطوات of the serial extraction اكيد سهلة شفت محاضرة كل سهلة وشفت ها كل بسيطة ان شاء الله تكون مصاب عليكم ننتبه على سلايد البراء ها اضافتا الى الانتر كانان وث النقطة الاخيرة ننسيت اقولكم accommodated with the growth of inter canine with لازم اخلي الانتر canine with الشرحت اياها الgrowth ما التالي هي تصير 3 مليمات باللور ارش و 4 مليمات ونص بالأبر ارش لازم اخليها هاي نقطة بالي اثناء الانتر من الانتر من اخليه بوردر لاين كراود مرات يجينا كيسات يكون عندي بوردر لاين كراود هذا آخر سلايد انتهت المحاضرة البوردر لاين كراود يعني معناها الكراود لي ما تكون سيفير ممكن يكون mild أو moderate أو خاصة خلي نقول moderate المايد الكل بسيط يعني الطبيب يفرزنها بكل سهولة لكن مرات تصير moderate وهذا المدرات تصير قريبا من السيفير فيصير عندي فتكون confusion بلات من بلان هل هو سيغل Extraction هو الحال لا ممكن أسوي Extraction ممكن تشوفون هاي الصورة ممكن أسوي Extraction أو ممكن لا إنه إذا أشوف إنه اندي فراغ صغير بين two central incisor وأقو فراغ للateral lat ممكن الenter canan with هو تكفي ممكن أستخدم لها الصورة تشوفون ممكن أستخدم لهن translingual بحيث ألزم الأسلام بالposterior أحافظ على leeway space هذا الفراغ من leeway space تستغل الenteriore teeth كلها ترجع بها لي وراء وتحل مشكلة الكراودين أو أستخدم expansion فالexpansion بسيط و skeletal على ممكن احتاج إلى stability expansion بسيط بحيث يحل هاي المشكلة وما أحتاج إلى Extraction أتمنى أنه ما أزعجتكم محاضرة بسيطة جدا بس لكنها مهمة جدا لتنتبهون عليها بها تفاصيل دقيقة وبسيطة بس تتخربط مرات فلازم تنتبهون عليها وأتمنى لكم كل التوفير نرجع السلائد قوز أوف ديكتر قوز أوف ديكتر حتشفون أنه ثلاث السلائدات وراء هذا الكوز عبارة عن كوز من المحاضرات الثلاث اللي بتلكم يا بداية المحاضرة تمام راح نزلكم المحاضرة وأريد أستلم الجواب حد أقصى إلى الجمعة القادمة نهاية الجمعة القادمة احنا اليوم جمعة إن شاء الله للجمعة القادمة أستلم الجواب نهاية وراء الجمعة بعد ما أستلم طلاب راح تقولولي شنو هاي الامتحانات أقول لكم أولا الامتحانات راح يهيئوكم الامتحانات الفصلية وامتحان فصل أول وامتحان فصل ثاني لكن مادة عملي ما عدكم راح نسوي كفة بروتوكول ما العملي إن شاء الله راح نقدر نوضح لكم بها إن شاء الله مهمة أحنا الأورثو ما عدنا مشكلة مشكلة بإنتوا بقيت الأفرق عندكم راح تلاعوانون بينها بس الله سهلكم إن شاء الله خطأة الروتيشن لكن احنا بالأورثو ممكن أنا أحلكم طريقة معينة بعد أسيطر لكم عن العملي مهم تشوفوها يعني لكن الدرجات راح تجي من هاي الكوزات تجمع هاي الدرجات وحتفيتكم بالسعي وللانتحات الفاصلية راح تصير فحتشوفوه وحسويكم منوعة أكو محاضرات راح تصير امتحات نظرية سهاي محاضرة نظرية ثلاث محاضرات بسيطة ومثمية من البداية ووحدة من اللي شرحت تلك الأسبوع تمام هاي تكثب محاضرات بسيطة وسهلة تقروها تقدرون تجاوبون عليها وقدامكم أسبوع كامل تقدرون تجاوبون عليها أتمنى لكم كل التوفيق وأي سؤال أنا مستعدة وإن شاء الله ما يكون أزعدتكم بالتوفيق إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة